موسيقى من قام شليلي مانبيج طريق ينظر على أطرافه الفاعلون في الملف السوري نقاطهم الأمنية المتقاربة فمعادلة الأمن هنا دقيقة ومعقدة هذه مناطق محاذية للتركيا تصيدر عليها قوات سوريا الديمقراطية قوات كردية تتهمها أنقرة بتهديد أمنها وها بربط علاقات مع حزب العمال الكردستانية لذا ترفض اقترابها من الحدود وتراقب تحركاتها جواً كما تضربها بين الحين والآخر وتهددها بعمل بري كبير التهديدات التركية بشأن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا متواصلة الهدف المعلن إقامة منطقة آمنة بعنق 30 كيلومتر ولتحقيق هذا المسعى تخطط القوات التركية والفصائل الموالية لها الدخول إلى مانبيج وإلى كوبان المجاورة وترف عدت ما يعني عملياً شريطاً حدودياً خاضعاً لتركيا من إدلب إلى حدود قامشلي شريط يقطع أوصال منطقة كردية ممتدة في المنطقة تعيد إليه تركيا اللاجئين السوريين الدولة تركية تحاول ضبط منطقة التي تحتلها في منطقة الأبيض وجارابلوس كل هذه الأمور عندما نجمعها نرى أن تركيا تهدف لبدأ حملة عسكرية هناك لكن ليس مرتبطة في كوبانيا أيضاً لك تهدفت على منذج وترفعت أيضاً نحن نأخذ هذه التهديدات بشكل جدي ونتعامل معها بشكل جدي وحقيقة نستطيع أن نقوم بتحضيراتنا لهكذا هجمة فبالتأكيد تحضيراتنا مستمرة وقواتنا في حال جهزية تامة خطة تجعل قصد بحاجة إلى هذه النقاط التي نمر على مقربة منها سيناريوهات المعركة في منبيج وكوباني وترفعت مختلفة تخضع لخارطة النفوذة فمثلاً حيث أقف الآن خلف موقع عسكري تابع للنظام من المفترض أن يكون هذا الموقع بالإضافة إلى مواقع أخرى تابع للنظام خطة المواجهة الأول مع القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في حال قررت التقدم ودخول منبيج لكن حسابات السياسة والتجارب السابقة قد تفرضوا واقعاً مختلفاً في حال قررت دمشق اتخاذ موقف الحيادة موقف حياد لا تتمنه قصد لكنها ترى بعض مؤشراته حتى الآن مواقع النظام هي مواقع خجولة وتحركاتهم أيضاً خجولة وتحضيراتهم أيضاً خجولة لكن لديهم تواجد ونحن نأمل أن يكونوا يشاركوا معنا في المعركة إن حصلت كان هناك اتفاق برعاية روسية الانتشار حرص الحدود التابع لقوات حكومة دمشق هذه القوات الموجودة حتى الآن في الأول الأخيرة ليس هناك قبل أشهر كان هناك زيادة العدد القوات وهم متواجدون فبالتأكيد نحن كقوات مؤكد أن القوات المتواجدة على خطوة التماسج مع الجانب التركي هي قوات حرص الحدود التابع للنظام مع تدابير لنا سياسياً أيضاً يرصد الأكراد عطافة في علاقة دمشق وأنقرة تثير مخاوفهم أي تقارب بين الطرفين سيكون على حساب الإدارة الزاتية وعلى إساع الحساب الشعب السوري وعلى حساب قوات سوريا الديمقراطية هذه النقاط المشتركة بين هذين النظامين أكيد كان هناك اتفاقية أضنى موجودة بين الطرفين سيكون تجديد لهذه الاتفاقية أكيد سيكون هناك امتيازات للطرفين وأيضاً تنازلات من الطرفين من أجل طبعاً الجهتين يعني الطرفين تركيا والنظام السوري أيضاً لا يريدون أي مشروع ديمقراطي في المنطقة روسيا التي تراقب المشهد من نقاطها الأمنية هنا تعمل على تخفيض أي توطر يقوض سيادة حليفها النظام اذ ترفض عملاً عسكرياً للأطراك لكنها تعقد اتفاقيات لتسيير دوريات مشتركة معهما كل هذا فيما تعزز وجودها قرب الأمريكيين المعنيين أولاً بالحرب على داعش صار بن عشوبا الحدث من شمال شرق سوريا